افتتح وزير الصحة العامة وسكان دكتور قاسم بحيبح ومحافظ محافظة لحج الواركن أحمد تركي مشروعي قسم الطوارئ التوليدية وقسم المواليد بمستشفى ابن خلدون العام بمدينة الحوطة وذلك بعد إعادة تأهيلهما وأكد الوزير بحيبح حرص الوزارة على تطوير القطاع الصحيب بمحافظة لحج مشيدا بالشراكة القائمة بين السلطة المحلية بالمحافظة ورجال الخير التي ساهمت في تحسين أداء أقسام مستشفى ابن خلدون لافتا إلى أن الوزارة لديها خطة عمل جديدة سيتم بواسطتها تفعيل المستشفيات المركزية بمديريات المحافظة لتتمكن من استيعاب احتياجات المواطنين من الرسالة الإنسانية الطبية من جانبه أشار المحافظة تركي دعم وزارة الصحة العامة للمستشفيات والوحدات الصحية لافتا إلى أن قيادة السلطة المحلية ستقدم كل الدعم والتسهيلات للقطاع الصحي من أجل النهوض بالخدمات الصحية بمديريات محافظة العج ترجمة نانسي قنقر